موسيقى يمكن لفرق ماتش القمة والخسارة في المباراة القمة دي صنعت يعني حاجز نفسي كان المفروض أنه يتجاوزه في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي أنه يقدر يعود من جديد لأن خسارة مباراة الدوري مشوار طويل 34 مباراة في الدوري فكل دي أثرت فضلا عن أني الحتة الثانية بركت للناس مش ملاحظاها البنك الأهلي كان وقت يوم زيادة أكتر من الزمالك في المباراة قبل المباراة بتاعتم ودي الليعب عليها الجهاز الفني لأن لعبة الزمالك بالنسبة للإصابات خروج أشرب بن شلقي بعض الأمور الأخرى كانت سبب في إيقاف مسيرة الزمالك والزمالك احنا شايف أنه هو الأمور لسه ما تشتكيش في دلوقتي والأمر بالنسبة لفرق النقاط دلوقتي أو كلام عن منافسة دلوقتي سابق لأوانه تماما لسه بدري على حسم بطول الدورة أو نقدر نقول مين أو مش مين لكن أنا شايف يعني الإخفاق لما يجي في الأول نقدر نلحقه أو يبقى فيه إمكانية التعديل والتقويم في الفترة اللي جاية ده سهل يعني خلاف ما يكون أنت ماشى ما تيجي في وقت حارج ويبقى فيه دروب نازل بهبوط بالفرقة يعني احنا شوفنا الزمالك السنة الفاتت يمكن لما نشوف كان المنافسة مع الأهلي على أشده شوفنا ماتشاط الأخيرة في الدورة كلها الزمالك بيحقق انتصارات متتالية أكتر من تمام ماتشاط وربعات بيحقق فوز فيروب درات النفاع أنه هو يخسر أربعة بونت أنا شايف يخسر خمسة بونت في أول خمس ماتشاط شايف أن دي ممكن يعني يرجع تاني الزمالك ويرجع يتفوق الفترة اللي جاية طيب بما أننا تكلمنا حضرق قلت أن احنا لو فيه إخفاق في البداية نقدر نتلاشاه شايف إيه الإخفاق نادي الزمالك اللي ممكن فعلا نتلاشاه ويعفينا كمان من الخسارة بكرة مع سراميك شايف إيه اللي مفروض كارتيرون يعمله فنيا عشان يقدر بكرة يحصل النقاط لا فنيا أنا مش شايف أمور فنية لكن الزمالك فيه مشاكل كتير بعيدة عن الأمور الفنية يعني لما بتلاقي لعيب مصاب أو أشرب من شرق مصاب ما لهش علاقة بفنيات عمر السعيد لما يبقى مصاب وخارج السكور ده حاجات بتبقى خارجة عن إرادة المدير الفني لعشان القطع الغير اللي معاها اللي قاعدة عالدك اللي بيكون قوية بيتديله الأمان ويمكن نشوفنا ماتشات الزمالك في الأول الأسابيع الأزوين الأولين أو الأربع أسابيع اللي هو لعيبهم أو الثلاث انتصارات اللي حققهم أعتقد أني كان التغيرات هي بتبقى نقطة الفصل في المباراة يعني لما بينزل التغيرات لما بنشوفه عمر السعيد بينزل في الآخر وبيقدروا يحسموا المباراة وبتحسم النتيجة في الله فأنا شايف الأمور الفنية يعني معلها الشعام المهم أكتر من أنها عوامل بدنية المفروض أن يبقى فيه تركيز على الأمور البدنية لعيبة الزمالك لعيبة عندها خبرات عالية جدا لعيبة احنا نتمنى بس أن شبح الإصابات يبتعد خاصة يعني مثلا إصابة زي أحمد فتوح عاملة مشكلة طبعا عبدالله سعيد عبدالله جمعة لما رجع بقاله فترة طويلة بعيد عن الملاب فطبعا محتاج فترة عشان يرجع تاني للفورمة بتاعته في الناحية اللي يصرف حازم إمام لسه بردك ما دخلش فورمة فكل الحصول على القصة من الرحل اللي يقدر يخليه يقدر يقدي في المباراة اللي بعدين لكن قطر الماتشات وضغطها في أوقات معين واللعيب عندنا المصري مش واخد على كده يعني أنا كنت موجود كمنصق أعلامي للمنتخب اللومبي في اليابان أنا كنت ملعب كل ثلاث ماتشات كل ثلاث أيام ماتش يمكن ده صنع بردك عندنا حتة أن اللعيبة عندنا ما قدرش تتحمل الضغوط في الماتش الرابع بدأت أن تبتقي عملت أربع مباريات في خلال عشر أيام أثر بالسلب في النهاية لأن احنا مش واخدين على زي النظام الأوروبي أن يلعب ماتشين وتلاث ماتشين في الأسبوع ويقدر يواصل ويبقى فيه ماتش في كاسل الربطة يبقى فيه ماتش في الجوري بس ده بيبقى وارد جدا ومتعارف عليه بس بيبقى حلو إيه حلو طبعا أنه بيبقى على الدكة دكة دكة الفريق هي اللي تحسب هذه المواضيع ما انتعرف فيه لعيبة كده أساسية يعني حتى لو تعبت ممكن نحاول نرجح يعني نعالجهم سريع لازم يشاركوا لما بنيجي في الفترة اللي هي بتبقى فيها الوقت السريع والوقت الضاغط لابد أن يكون لازما يعني أنت شفناها السنة اللي فاتت مع كارتيرون عملها السنة اللي فاتت كان بيعملها في الماتشات المضغوطة بتاعة نهاية الدولة الموسم اللي فاتي لو رجعنا بالزاكرة الورا هللاقي مستر كارتيرون كان بيجي في نهاية الماتشات ويبتدي يريح القوة الأساسية بتاعته لما بيكون ضامن المباراة كسبان اتنين أو أقرب خلاص يوصل للنتيجة فبيبتدي يريح العناصر الأساسية يريحها في آخر المباراة بحيث نتاخد نفسه بزبط بيبقى ضامن لكن احنا دلوقتي احنا محتاجين نجمع نقاط طبعا بس فيه ماتشات يعني لما بيكون مثلا يعني لما بيبتدي يحط ييده ويبتدي يكسب اتنين ويبقى فضل ربع ساعة وفضل بسا وقت معين بيبتدي يطلع العناصر الأساسية ويبتدي يشغل على العناصر اللي قاعدة عنده على الدكة لأن الفوارق مش كبيرة مش كبيرة قوي يعني بين الدكة وبين الناس اللي موجودة الفوارق أنا مش شايف ان هي الجيرة قوي في الزمالك بزي تلعيبة كلها نجوم الدكة تتزي مالك كلها نجوم طيب ممكن نستعين بالناشئين يعني كمان عندنا ناشئين يعني حي مقدمين برضو مجهود كويس وعلى أعلى مستوى ممكن مثلا نستعين لو حد مثلا تعبين مجهد ممكن ندفع بهذه اللعبة الناشئين طبعا طبعا ودي هتخليني بقى نفتح في قصة حتة يعني حتة بردك ان أنا المندهش لي ومندهش جدا اللي حصل اعارات اللي حصلت في نانسة زمالك لأسامة فيصل وحسين فيصل يعني فعلا أنا مندهش جدا يعني ان انت يبقى عندك قطع غيار موجودة خاصة في زل قزمة القيد وفي الزل الزمالدي كان المفروض ان اللعبة دي تبضل تبضل موجودة قطع غيار لان انت هتيجي مثلا هتلاقي عمر سعيد كان مصاب ما لاتش حد ممكن ينزل مكان زيادة جزيرة كراس حربة صريح شايف كان لابد يتبص للموضوع ده شايف ان فرد الزمالك في 2001 فيها بعض العناصر المميزة اللي بينضموا للفريق الاول يمكن انا شفت بعض العناصر منهم في معسكر الاخير بتاع المنتخب اللومب الجديد اللي بتشكل لا فيه عناصر وعادة كتير في الزمالك واعتقد ان هم ممكن يبقى ليه موجود في الفترة اللي جاي طب على فكرة هم برضو وجودهم ممكن يعني عرف لو شاركوا ياخدوا الثقة ولما اخد الثقة هبقى لعيب كبير برضو اللي بياخد الثقة الوقت الطايم اللي اقدر ادي فيه الفرصة للناشئ مصطفى محمد كان كده يعني يعني لا بس مصطفى لف دايرة دايرة كبيرة طنطة وطلق الجيش ولف دايرة وبل ما بقى مصطفى محمد لكن انا شايف ان يعني لما ييجي مكوتش يدي الناشئ الناشئ ده اما يبقى سوبرستار بعد فترة ويبقى دخوله بحساب في المباريات ما هو دا يحصل منين ان انا يخليه شارك كتير ان انا ادي له الثقة امتى بقى ادي له امتى خليه شارك يعني ما ينفعش ماتش مضغوط زي ماتش البنك الاهلي والفرقة مثلا عايزة تجيب جون وانزل اجرب في ماتش انا محتاج ان انا اجمع فيه نقاط اه فهي فيه ماتشاط اه هتيجي الماتشاط اللي تقدر تدي فيها هتدي فيه لكن لاس من يبقى عملية بحساب وان انا اقدر اوصل اللعيب ان انا اقدر اصنع منه لعيب بهايب اسطار بعد كده تمام مشاهدين خلونا دلوقتي نطلع فاصل قصير ونرجع منه ونستكمل حوارنا مع الناقض الرياضي زغلو الصيام وارجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين كلامنا مع الناقض الرياضي اصنع الزغلو الصيام لسه مكملين يعني كلام عن الزمالك وي سيراميكا نتكلم عن مباراة بكرة شايف مين في تشكيل سيراميكا ممكن يعني يتخاف منه شوية لازم الزمالك ياخد باله منه شوية طبعا فريق سيراميكا فريق من الفرق اللي بتضم عدد من النجوم يمكن مش متوزفة او ما بتعبرش عدد من قط اللي عملوها او سواء الموسم الماضي او الموسم ده اللي انت لقبتا عيدتهم انا شايف ما بتعبرش على الحجم النجوم اللي موجودين في سيراميكا سيراميكا فيها عدد من سواء محترفين او لعيبة اصحاب مستوى طبعا بتقدم محمد ابراهيم سيد العلعب طبعا متميز في شادي حسين في لعيبة يعني انا شايف عامر عامر حرس مرمى شريف دابو شريف دابو يعني مجموعة من العناصر المتميزة فرقا يعني بتقدم اداء في سنة اولة في الدورة الموسمي اللي فات كان جيد والسنة دي ايضا يعني لكن السنة دي انا مش شايف ان هم مش يعني ائل من السنة اللي فات ا peak ائل من الانطلاقة بتاعتهم من سنة اللي فات يعني الانطلاقة بتاعتهم من السنة اللي فات يعني كان كان معهم بقى أحمد ياسر ريان ومعهم مجموعة متميزة لكن أنا شايف لسه هم ما عبروش عن نفسهم حتى الآن في الدور يعني شايف أن ما فيش ألأ من سيراميكا بكرة ده أنا مش شايف أن عندهم ألأ يعني يمكن لو شوفنا الماتش الأخير بتاع الدوري هتلاقي بلق يعني أنا مش حاس أن هم كانوا عاملين خطورة كبيرة في الماتش الأخير بتاعهم الزمالك عنده آه بجمال ما كنت لسه أسأل حضرتك يعني تشكيل الزمالك المتوقع شايف إيه الأنسب بكرة وإيه الأفضل مع مراعاة اللي احنا تكلمنا فيه في البداية مثلا أن الناس المجهدة ممكن نريحها المطش بتاعها بكرة وتقولي كمان متوقع مين البديل يعني أنا شايف أن ممكن يعني لما شايف تبقى فيه تغييرات تبقى 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 تغييرات في أدي الحدود يعني طبعا الفرق اللي بيدخل عنصر أو عنصرين ممكن يدي حزم إمام من بداية المباراة في الجبل اليومنا الجبل يسرى ممكن بلدك عبشاف هي أفضل مستمر فيها قلب الدفاع هيبقى الوينش وعبغاني ممكن محمود عملاء يبقى ليه فرصة شايف طبعا طرق حميد ما فيش جدال بالنسبة له ما معشوره نفس الحكاية الحتة هيرجع طبعا أشرب بن شرقي مع عزيزو مع أوباما في الهجوم يعني دي اللي أنا شايفه يعني اللي ممكن تغيير اللي ممكن تبقى رئيسية أو ممكن بقى أوباما يبقى الجزيرة هيبقى هيدي الجزيرة ممكن يبدل بلدك مدي الجزيرة أوباما ينزل في فترة من الفترات أو يبقى يعني هتبقى فيه أمور عنده أكتر مفتاح لعب لكن اللي أنا شايفه لأ الزمالك كفته أرجح موقفه أفضل اللي عيبته عنده من الخبرات اللي حصل في البنك الأهلي لا ما أعتقدش أنه ممكن يتكرر لا مش يتكرر مش يتكرر في الدم سراميكا شايف إيه اللي ممكن يعني يقوله كارتيرون للعبين عشان ما يكرروش زي ما قلت الأخطاء اللي كانت فيه مباراة البنك الأهلي طبعا هو أم حاجة التأمين التأمين يعني لما شفنا ماتش البنك الأهلي يمكن ما رحوش اللي بقورة اللي أحرازها هلال الهدف اللي دخل في مرمى محمد عواد لكن فيما عدا ذلك يعني السيطرة والسحواز والزمالك أضاع فرص أضاع فرص كتير جدا في المباراة يمكن أبرزها كتب متوقع يعني سريعا كده أبو جبل ولا عود في حراسة المرمى بكرة أنا متوقع لا أنا لحد الوقت يعني أتوقع محمد عواد عواد يستمر أه طبعا مركز حراسة المرمى برك يعني مش يعني إحنا مقدمنا بعد كده فترة هيبقى فيه فترة التوقف طويل ممكن بقى يبقى فيه تدريبات يبقى فيه كذا يبقى فيه كذا فيه ماتشات ودية لكن ما نقدرش نقول مين فيهم هيبدأ لكن أنا وجهة نظري إن عواد يستمر في حراسة برمى الزمالك طمام ميش نكمل كلامنا عن نصايح كارتيرون للعيبة أو الكلمة التحققية كارتيرون طبعا هيحذر من يعني أهم حاجة اللعبة ما تنزلش فتحة خطوطها ما تستعجلش الفوز الفوز في بعض زمان المباريات تتحقق في الأوقات الأخيرة في الأمطار الأخيرة من المباريات اللعب على التأمين الدفاع إن محدش يقرب من مرمى الزمالك ما يبقاش فيه خطورة على حرس مرمى الزمالك خلال المباراة إن الكرة تتنقل ما فيش استعجال اللعبة تحاول تستغل الفرص لأن فيه فرص كتير يعني بتبقى بتتاح للعيبة الزمالك سواء جزيري سواء فتح إيه سواء أوباما سواء زيزو ولا تستغل يعني هو هيبقى تركيز على إن هيجيلك اتنين تلاتة في المرش لابد أن أنت تنتهي تستغل لأول فرصة تجيلك أن أنت تحط هدف لأن الزمالك لما هيحرس هدف هيمسل ضغط على المنافس هيبتدي يفتح خطوطه هتبتدي أنت ترتاح وتبتدي ممكن تجيب الثاني والثالث ويبقى فيه لكن طول ما ما جاشر الهدف الأول وما تقدمتش بهدف هيفضل فريق قدامك هيفضل متحفز على طوله تعرف إحنا مخصوصين جداً بالأداء بصراحة اللي عمله مصطفى فتحي سواء مع نادي الزمالك أو مع المنتخب شايف إزاي يعني عودة مصطفى فتحي وأداءه في المباريات اللي فاتت أنا شايف أن مصطفى فتحي طبعاً إضافة كبيرة للنزمات لعيب من اللاعب الموهوبين اللاعب اللي بيأدوا أداء أنا بيعجبني على المستوى الشخصي أداءه كلاعيب حريف لكن بتمنى أنه هو يشغل على نفسه شوية لأنه هي حيثة اللياقة البدنية وحيثة أنه لأنه أنا شفت المطش اللي فات هو كامل المطش اللي فات لكن أنا شايف أنه لابد أنه يشغل على حيثة اللياقة البدنية رفع اللياقة البدنية أنه يقدر يستمر لتسعين دقيقة بنفس المستوى اللي بيبدأ به ما يديش انطبعاً أنه هو لعيب شوط واحد لا لعيب هو لعيب تسعين دقيقة فأعتقد أنه مصطفى عنده كتير أعتقد أنه هيكون إضافة كبيرة جداً لنادي الزمالك هذا الموسم شايف أنه إحنا ممكن نشوف مصطفى فتحي في التشكيل الأساسية من كيروش لي كاس العرب أكيد طبعاً أكيد أكيد ده مؤكد جداً لأن أنا شايف الأجناحة شايف أن مصطفى هو كجناح موجود موجود زيزو لكن أنا شايف أن مصطفى يحصل على فرسته في كاس العرب عندنا ماتشاط والرجل اللي هو يمكن أن الهدف بتاع كوروش أنه هو مجموعة اللعيبة والقايمة اللي أعلن عنها رغم أن الواحد زعلان وحزين لتجاوز اختيار طرق حامد لكن فيه لعيبة يعني أنا شايف أن مصطفى فتحي ممكن يبطيق دي وتعبر عن نفسه وتبقى بداية حقيقية لمصطفى فتحي في المنتخب الوطني دي حقيقة طب لو نتكلم عن صنائية إمام عشور وطرق حامد يعني حضرتك برضو كمان مش غريب عن إمام عشور لا إمام عشور طبعاً حبيبي طبعاً من المنتخب اللومبي ويعني من اللعيبة فعلاً الواحد كان شايف أنهم هيبقوا حاجة في شايف أنه أقدم كل إمكانياته في هذا المركز لسه 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 وليسه الحتة الجانب الهجومي اللي هو بدأ به السنة اللي فاتت والتزيد على المرمى يمكن هو لحد الوقت لسه ما كشفش عن نفسه لكن هو رجله قوية جداً بيجيد التزيد على المرمى لسه زي الأدوات اللي عند إمام لسه ما استغلاش وأعتقد أنه إمام جاي وحيطة نفس الملعب في الزمانك في وجود طرق حامد وجود إمام عشور بتدت مؤنان لكل واحد زملكاوي أو مشجئين الزملكاوي كنت لسه أسألك يعني وجودهم مع بعض حاجة قوية جداً بصراحة الاتنين يعني عاملين بيعملوا الواحد بيده بيده يطمئنان أنا عن نفسي بقى حاس بطمئنان لما يبقى وجود طرق حامد مع إمام مع إمام عشور حاجة بصراحة ده بيدي له ثقة وخبرة طبعاً هي بس حيطة الفترة اللي جاة دي هيبتدي إمام لابد أنه يشتغل على الجهون حاجة دلوقتي الميشيل حصان الرابح يعني إحنا طبعاً ما قدرتش نحكم دلوقتي بس ما شايف مين فيه المربع الزهبي للدوري المربع الزهبي الدوري يعني عايز بس واحنا مغمضين وممكن أنا كنت في حلقة هنا قبل كده قلت أن الدوري المنافسة لأهل والزمالك طبعاً أول وثاني مع احترام البرامدز ورغم أنه ماشي وفارق وعمل ماتشاط وتاع بس هاتي في الآخر هللاقي دوري الدوري محصور المنافسة بين الأهل والزمالك مركز أول وثاني تالت ورابع طبعاً البرامدز هيبقى موجود يدخل معها بقى رابع ممكن يبقى المصري ممكن يبقى فيوتشر ممكن يبقى أي لا فرقه صعب فرقه فرقه يعني المخطب بتاعه أنه هو يبقى موجود في منطقة الوسط لكن شايف يعني الصواد يعني دعم تدعمات دعم تدعمات بس بدايت بدايت بدايته في الدوري يعني مش لازمة هيتطلع على طول المربع الزهبي ما باقي الموسم دي بتبقى صعب ما يوصلش لده يعني شايف أمبي ممكن يبقى لي وجود مع كابتاً حلمة طلعاً ممكن يبقى لي تأثير في المربع الزهبي كل الحاجات دي هتبتدي تكشف عن نفسها النفس الطويل اللي عنده دكب بدلاء على مستوى متميز كل الحاجات دي هتظهر في الفترة اللي جاي تمام أستاذ يعني زغلول صيام الناقد الرياضي اتشرفت جداً بوجود حضرتك معي النهاردة في برنامج أخبرنا أشكرك أشكرك جداً مشاهدين كده نكون وصلنا لنهاية حلقاتنا عارف الكلام لسه مخلص بس أكيد هيكون لنا كتير جداً من اللقاءات اللي نتكلم فيها عن نادي الزمالك وإن شاء الله كل التوفيق لنادينا بكرة الساعة 4 مع سيراميكا كيلو باترا وشوفكم على خير إن شاء الله يمونكم معي